طيب بردو قصر النهار في فصل الشتاء بسبب أن الأرض تتراكي كمية قريبنا أشعار الشمس والتاني تنخفى درقة الحرار بردو يا جوجو معي طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمود يا عمري الحمد لله الحمد لله جانا بردو يا جانا العلاقة بين درجة الحرارة والضغط الجو العلاقة عكسية عكسية إذن المناطق مرتفعة الحرارة بيبقى الضغط الجو بتاعها إيه منخفض منخفض والمنخفضة الحرارة بيبقى الضغط الجو بتاعها منخفض طيب ده كله بيؤدي إلى إيه اختلاف مناطق الضغط الجوي بيؤدي إلى تحرك الهواء حركة أفقية الهواء بيتحرك دايما يا شباب حركة أفقية من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المخفض ده اللي بيزهر لنا على شكل رياح مختلفة تمام؟ مثلا أنت حددتك بتتكلم بس أمش سمعة ليه من تشمعة؟ يبقى من عندك أنت يا رغب سمعين يا شباب؟ تمست عدد بس أمش تمام؟ يبقى نقل عبسالي من الضغط والحرارة والكلام ده كله بيؤدي لاختلاف مناطق الضغط الجوي اختلاف مناطق الضغط الجوي ده إن في مناطق الضغط الجوي فيها مرتفعة وفي مناطق الضغط الجوي فيها منخفض بيؤدي لتحرك الهواء حركة أفوكية من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض وده بيظهر على شكل رياح والرياح طبعا مختلفة الأنواع تمام؟ تمام؟ لما أجي أقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمر؟ آه أنت أول حسة معنا يا عمر؟ هادر تحسي مع حضرتك يا عمر؟ طيب 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 مرجعت على الأحد الأولى يا عمر؟ عمر المايك ايه ايه طيب تمام رغد كل فتح المايك مش عايزة حد اقفلي المايك واللي يعرف يفتح الكاميرا بعد اذنك والكاميرا كمان تتفتح ها يلا عشان مش عادة تضيع وقت المايك يتفتح والكاميرا يتفتح بعد اذنك انا مقدرش افتح المايك طلوقت يامش ومقدرش افتح الكاميرا طيب بس بس على قل تنفتح المايك الناس اللي تعرف تفتح المايك تفتح المايك الصوت عندي كمبيهات تحضر خطيلة تلي المايك يتفتح والكاميرا كمانية طب بس انا مش عايزة بمايك ونفتحك ونوات عشان عادة صوت ايش قول لي ارغد ايوة امس ما المخصود بالرياح الدائمة هي الرياح التي تضب بامتظامها طوالة العام من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفر نحو عامري افلي عامري المايك طالما فاتح الكاميرا افلي المايك بعد ازن ام كامير يراو انا قلت هامس بتهب من منطقة الضغط المرتفع اه اول انواع هامس ايوة اول حاجات تجارية التجارية والعكسية والقطبية التجارية بتهب من منطقتها الضغط المرتفع عند دائرتها عرض اه تلاتين شمالا وجنوبا نحو منطقة الضغط المنخفض عند دائرة الاستواء والريح العكسية ممتازة ايه تأثرها بقى لا استني رغود انا اخذ واحدة واحدة ايه تأثر بقى الريحة التجارية بتعمل على تلطيف درجة الحرارة تمام بما تفسر ليه بتعمل على تلطيف درجة الحرارة اقدام من جمهات اقل حرارة برافالي الريح العكسية اه تهب من منطقتها الضغط المرتفع عند دائرتها عرض تلاتين شمالا وجنوبا اه نحو منطقتها الضغط المنخفض عند دائرتين وقطبيتين الشمالية والجنوبية ايه تأثيرها؟ تمام فضلت لي تنوع اللي وريح ايه؟ القطبية القطبية اه تهب من منطقتها الضغط المرتفع عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي نحو منطقتها الضغط المنخفض عند دائرتين القطبيتين الشمالية والجنوبية تمام برافالي مين؟ ملك ملك انا لسه بسمها يا محمد ملك الرياح الموسمية ايه تعرفها؟ اه هي الرياح التي تغير تكاهيها موسميا بين الصيف والشتاء طيب انواعها ايه؟ اه ريح موسمية الصيفية ممترة وشتوية طيب بما تفسر الرياح الموسمية الصيفية ريح ممترة بما تفسر الرياح الموسمية الصيفية ريح ممترة لان الرياح الموسمية الصيفية تحبب من الماء الى اليد تمام مثل ايه؟ مثل الرياح الموسمية الصيفية التي تحبب على منطقة؟ مثل الرياح الموسمية الصيفية التي تحبب على منطقة ايه؟ كذلك الرياح الرياح ev sif ايه؟ تثريت الذي تحبب عن السيكم vedere الرياح الموسمية؟ منطقة مؤسسية تحبب على منطقة الجنوب شرق اسيا ودي بتسبب أمطال غزيرة طيب والمامس من الشتوية يا ملك رياح إيه ديفر أنها طهبة من الماء إلى اليابس من اليابس إلى الماء عامر 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 قل لي يا عامر الرياح المحلية إيه تعرفها؟ مفيش صوت يا عامر ممكن تسؤال تاني؟ الرياح المحلية إيه هي تعرفها؟ حقا مفيش عامر مفيش عامر مفيش عامر ملك محمود نعم الرياح المحلي يا ملوك ايه تعرفها؟ الرياح ذا تأثير محلي تهيب فوق المحلطة في المحلطة من سلح الأرض مفيش صوت يا ملك الرياح ذا تأثير محلي تهيب فوق المحلطة من سلح الأرض ميشت الرياح ايه ورياح ايه؟ الرياح الخمسين ورياح الهبوب الصدام تمام قولي يا ملوك برضو ناسي من البحر؟ التعريف بتاعه؟ او قولي الأول تتعرف بتاعه بعد نقولي ناسي من البحر برضو قولي ناسي من البحر تعريفه؟ يحدث نتيجة اختلاف درجات الحرارة على اليابس والمام وتجوالين أثناء النهار والليل برافو عليك ناسي من البحر ناسي من البحر يحدث نهارا حيث ترتفع درجة الحرارة للهواء فوق اليابس وترتفع الأعلى بحل محل وهواء بارد من ناحية البحر وتعرف هذه النهارة بناسي من البحر تمام برافو عليك محمد 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 بالبرع والرعب. رعب عليك. يلا افرح على المحافظة اللي علينا. تقول لها اشايرها اشايرها ركالة. من سهول بقى من الواحدة اللي انا هنسمى ونلحصة جيه. لا اصمها دلوقتي. بس هشايرها الاول. وهبدأ سمع كل واحد سؤالي من درس التين. ايه. كيسو حايت اصبعينا انها ده بس. ايه؟ لا هحلي كمان الامتحان. الامتحان مش ياخد عشرة دقيقة انو انا امتحان واحد بس. قوليلي ابدايتني يلا بسرعة ياد. ايه بس. انا خليت دي بس ما بعدتاش عشان كنتش حاضر نحص الفاتل ما كنتش عارف لو جيباي. ايه حليتها ايه. انا حليتها وحليت اللي بعدها. تمام. ايه انا بعدتها على الجروب. ايه يا شباب. اياد اياد. الاقليم الاستوائي وشوفها الاستوائي. الموقع والخصص المناخية. ثانية بس بس بتاعها الفوضة. سيبك من اللي انا شايرت في دلوقتي. انا مش بحلي فيه. انا بسألة. الاقليم الاستوائي وشوفها الاستوائي. ايه الموقع والخصص المناخية. انا بس با قد تاستوائي. انا بس با قد تاستوائي. انا بس با قد تاستوائي. قل لي يا دوني أكليم البحر المتوسط موقع وخصائص المنخية أكليم البحر المتوسطين أه بيمتد من درجة عرض تلاتين لخمسة أربعين شوانا وجنوبا وغربا وكارا تمام خصائص المنخية حر وقف في فصل الصيف ودافع وممتر في فصل الشتاء تمام براب ملك محمود ملوكا نعم قليلي يا ملوكا الكريم الكوري البارد موقع وخصائص المنخية ميت الكريم الكوري البارد أه موسيقى 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 قول يا عم في الشمال والجنوب موسيقى 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 منتد من دقائق ساعة الستين وستعين شاما وجنوبا وخصائصه صيف وبالي نسبيا وكل المطر وفي الشيطاء طويش وطوي البرود ومسقط السرود أنت تقولي البارد اللي هو التندرة أنا بقولي القاري الإقليم القاري البارد ما قلتش تندرة يمتد من دقائق ساعة الـ 45 وستين ويكون داخل البرود ودافق مونتر صيف وكارس البرود كمان ملك محمود قل لي يا ملوك التندرة يمتد من دقائق ساعة الستين وتسعين شاما جنوبا صيف قصير بارد نسبان قليل ومطر شتاء طويل شديد برودة مع سكبوتات السيادة كمان برودة يلا نبتد نحل الدرس التالي يتملغي في يلا نبتد نحل محافظة لنا مش موجود عندنا ايه لا محافظة لنا مش موجود عندنا مش موجود عندنا ايه أنا بقولي بحق عدد شايرية مش تمام بقولي حرق عدد شايرية بس تمام انا مش هيراها اصلا ايه طبعا ما كنتش عدد لدي تمام انا مش هيراها لا مش هيراها من قبل ما سمع الدرس التاني طبعا جنة لا أمثر استعمال المحدد للاطلاناتيون أثنين لا أتكلم لا هذا القليم المعنى ثلاثة اللغة الثلاثة قرية الفلوكية، الثلاثة أربعة الغابات كاتبالي ستبس يلا بقى طيب، ما المقصود للمناث اللغة بس متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة قد تكون شهراً أو فصلاً أو سنة من حالة الحرارة والضغط الجوي والرياح والأمطاء الغابات هتبقى يمس سيبهم الغابات، قول ثلاثة رياحة دائمة ثانية الغابات التي تحبب من تجرام قول العالم من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى مناطق الضغط المخففة تمام، مقام جيم يقع حرب القراط، أمطار طويلة العام سياء بكي سياء بكي المناثة سياء بكي ترجمة نانسي قنقر 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 تقابل هواء بارد مع هواء ساخن محمل ببخار الماء يتكاسف ويصعد المطر الإعصار نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر حيث أقولي نانسي قنقر يلا يا أدم قنقر اكتفى نانسي قنقر اكتفى 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 نانسي قنقر نانسي قنقر